نحو عام مضى على هذه الصور المغرب وسلطات الاحتلال الإسرائيلي يخرجان علاقاتهم السرية إلى العلن تولت الزيارة بعدها لترسم التعاون المريب بين الطرفين قبل ثلاثة أشهر حل وزير خارجية الكيان بالرباط وها هو وزير الدفاع بني جانتس بدوره يزور المملكة وحديث عن شراكة عسكرية استراتيجية تعقب تعاونا أمنيا واستخباراتيا بين الجانبين مهدت له سنوات من التنسيق السري باع الكيان للمغرب أسلحة وأنظمة اتصالات عسكرية وأنظمة مراقبة عبر طرف ثالث وفي العام 2013 اقتنى الجيش المغربي طائرات مسيرة من إسرائيل بكلفة خمسين مليون دولار لتأتي اتفاقية تصنيع مسيرات كاميكاز الإسرائيلية في المغرب كمحطة من التاريخ الطويل من التعاون العسكري السري الذي أصبح واقعا في الأجندة الخفية المعلنة للزيارة تنقل تقارير إسبانية أن الجانبين سيقيمان مشروعا عسكريا كبيرا شمالي المغرب سيكون قاعدة عسكرية فضلا عن صفقة تصنيع مسيرات الكاميكاز وتشير هذه التقارير إلى أن الكيان الإسرائيلي يريد خفض كلفة إنتاج هذه الطائرات حتى يتسنى له تصديرها بأعداد كبيرة ولا شك أن دفعات منها ستوجه لتقتل الفلسطينيين التعاون بين الجانبين مكن المغرب أيضا من اقتناء أنظمة مضادة للمسيرات الصغيرة فضلا عن برمجيات التجسس على غرار منظومة بيغاسوس القاسم المشترك في هوس الجانبين برفع مستويات تعاون العسكري والاستخباراتي يكمن في سعي الاحتلال الإسرائيلي لاختراق المنطقة المغاربية وتوجيه رسائل للجزائر والتي من فكت تناهض التطبيع فيما يمعن الاحتلال المغربي في تنكره للقضية الفلسطينية في مقابل ما يعتقده مكاسب لخنق نظالات الشعب الصحراوي ترجمة نانسي قنقر